اشتركوا في القناة واذا ما وقع تشابه او تطابق في الاسماء او الوقائع فانه من باب الصدفة ليس الا لما التحق ترقي البرد كخادمة بمنزل احدى العائلات الثرية بفاس لم تكن قد تجاوزت الثامنة من عمرها كان ذلك في العام 94-900000 كان والدها لذان يسكنان في قرية باطراف فاس يعانيان الفاقة وكانت هي كبرى ابناء وبنات الاسرة وقد اضطر الى تسليمها الى تلك الاسرة لقاء مبلغ مالي كان يحصلان عليه كل شهر في ذلك المنزل وسط زحمة من الخادمات كبرت الفتاة في ذلك المنزل تفتحت ملامح انوثتها ومنه انتقلت الى بيوت اخرى وعائلات اخرى كان جمالها يثير الانتباه ولم تسلم ومع الوقت صارت تستسلم لمن يريدها لعلها رأت في الاستسلام وسيلة لحماية نفسها ربما في العام اربعة والفين التحقت بمنزل علال البدوي في دارد بيبغ بفاس هي الان شابة في الثامن عشرة كانت الاسرة تتكون من علال البدوي وكان رجلا ستينيا وزوجته زهرة منذ الايام الاولى لاشتغالها عند هذه الاسرة الثرية علم ترقية ان ربة البيت درجت على التخلص من كل خادمة عندما تلاحظ ان زوجها صار يهتم بها اكثر من اللازم هي كانت تعلم ان علال رغم سنين العمر التي يحملها على كاهله لم يفقد ميله الى الشابات من النساء في الحقيقة سبق لزهرة ان ضبطت زوجها متلبسا وكانت تعلم علم اليقين انه صياد ماهر اذا ما وضع احداهن نصب عينيه بدت رقية وقد استوعبت الدرس على طريقتها وقد قررت ان تستثمر تلك الاجواء لصالحها في تلك المرحلة من عمرها كانت قد قررت ان تعمل المستحيل من اجل المال واخراج عائلتها من دائرة الفقر والحاجة وقد وظفت مهارتها في الطبخ لتجعل السيدة زهرة لا تستغني عنها بسهولة ان هي قررت الاستغناء عنها وبدت زهرة زوجة علال البدوي بدت هي الاخرى وقد قررت ان تتعامل بحذر مع الموضوع كان عليها ان تحتفظ بالخادمة الشابة الجميلة والاستفادة من مهاراتها وفي الوقت عينه كانت حريصة على ان لا يذفر الصياد بطريدته بعد اشهر كان على السيدة زهرة ان تسافر الى الدار البيضاء لحضور حفل زفاف احدى قريباتها وبما ان علال سيبقى في فاس لاسباب ترتبط بتجارته فانها ارتأت ان تتخلص من الخادمة بطريقة لبقة قالت لرقية ان تأخذ عطلة من بضعة ايام تزور خلالها والدتها واخوتها في البادية خاصة وان والدها كان قد توفي منذ فترة ليست بالبعيدة لم يكن امام ارقية الا ان توافق وقد حرست زهرة على ان ترافقها الى المحطة الطرقية حيث شاهدتها وهي تركب الحافلة التي ستقلها الى قريتها اطمأنت زهرة وذهبت هي لتركب الحافلة التي ستقلها الى الدار البيضاء ولكن حدث ما لم يكن في حسبانها نزل تركية من الحافلة ومضت تتجول في المدينة وفي المساء عادت الى المنزل ترقت الباب فتح علال قالت له انها نسيت اغراضا لها في غرفتها وتريد اخذها سمح لها بالدخول وعاد الى الصالون حيث كان يتابع مسلسلا تليفزيونيا لم يدر كم مرة من الوقت ولكنه لاحظ ان الخادمة الشابة تأخرت في غرفتها وبينما هو كذلك خرجت عليه وقد تزينت لم تكن ترتبي شيئا كانت موقنة ان الستينية سيقع في فخها وكذلك كان قضت تلك الليلة والليلة التي بعدها في فراش سيدتها في اليوم الثالث قال لها علال ان زهرة ستعود من الدار البيضاء ولكن ارقية راوغت وادعت انها اغرمت به وانها تريد ان تمضي معه ليلة اخرى لم يكن له من خيار لقد صار الان يداريها اتقاء الفضيحة ثم اليس ما ينعم فيه من خيرات هو من افضل زوجته عليه في الصبح التالي طلب منها علال ان ترحل حتى لا تكون سببا في مشاكل في تلك اللحظة ساومتها ظن انه سيختصر المسافة فاخرج من الخزانة خمسة الاف درهم وسلمها لها القت بالاوراق النقدية في وجهه وتبعفرت على الارض قالت انها لن تقبل باقل من مئة الف درهم عشرة ملايين سنتيم وانها اذا لم يمنحها ما تريد ستخرج عارية الى البالكون وستصرخ باعلى صوتها وتقول ان الحاج علال البدوي اغتصبها وبينما كان يتساومان رن جرس الباب امتقع لون علال حسب ان زوجته قد عادت من الضار البيضاء لما فتح الباب وجد ساعي البريد عاد مسرعا الى الداخل كان ما يزال يرتجف دخل غرفة النوم فتح الصندوق واخرج عشرة ملايين سنتيم وسلمها لرقية وضعت المال في حقيبتها ثم قبلته على وجنتيه اغلق الباب وانهار على الاريكة كان في قرارة نفسه يلعن اليوم الذي ابصرت فيه عيناه رقية سافرت رقية الى قريتها سلمت امها مصف المبلغ واحتفظت بالنصف الاخر بعد ايام غادرت القرية وسافرت الى طانجة كانت عازمة على التعاطي للدعارة اشترت ملابس انيقة تظهر بها وكأنها بنت عائلة ثرية كانت قد اكترت غرفة مفروشة في وسط المدينة وكانت تفضل التعامل مع كبار السن رأت انهم يدفعون بسخاء كانت كلما خلت الى نفسها تحاول ان تجد تبريرا لما تقوم به في حرصها على مساعدة اخوتها على مواصلة الدراسة واخراج والدتها من دائرة الفقر بعد اشهر استطاعت ان تجمع قدرا من المال لا بأس به ولكنها لاحظت ان تحركاتها مراقبة من اشخاص حسبتهم من رجال الشرطة ادركت انها لم تعد ناكرة ولذلك قررت ان تنتقل الى مراكش كان زبناؤها هناك من السياح الاجانب من كبار السن ذات يوم وقع احدهم في حبالها فتن بجمالها ودفع لها بالعملة الصعبة في تلك الليلة حصلت على اكثر من ثلاثة الاف دولار في مراكش استطاع ترقية وقد غيرت اسمها الى مريم استطاعة تكون ثروة عادت مرة الى قريتها كانت تغدق بسخاء على امها واخوتها وافراد اخرين من العائلة بدت امها وقد فطنت الى ان ارقية لا تأتي بمالها عن طريق الكسب الحلال لمحت ارقية الى انها ستترك الدعارة فكرت في دخول عالم تجارة المخدرات وقد وجدت في خال لها هو عبد السلام العطار خير معين في مشروعها الجديد كان الرجل فلاحا بسيطا يغط في لباس الفقر اقترحت عليه ان تدفع له ثمن الحصول على رخصة السياقة كانت تلك خطوة اولى في مشروعها الجديد اختارت ان تتخذ من مراكش مكانا لترويج تجارتها الجديدة نقلت الى الحمراء اسرتها كانت قد اشترت لها بيتا في احد الاحياء الراقية توارت عن الانظار وصار الخال عبد السلام وكيلها في الاتصال بمنتجية الحشيش في كتامة لاقت التجارة رواجا كان عبد السلام يتولى استقدام البضاعة وتوزيعها على باعة التقصيد بعد فترة ظهرت لرقية فكرة جديدة صارت من بين المتبرعين الدائمين لاحدى الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بل انها صارت ضمن الفريق الذي يتولى تدبير شؤون تلك الجمعية واشترت سيارتين لنقل المعاقين تم تجهيزهما بكراسية خاصة ومن حين لاخر كانت تنظم للاطفال المعاقين حركيا رحلات في المغرب كان خالرقية يتولى قيادة الرحلات التي تكون وجهتها المناطق الشمالية كانت تمثل له فرصا يشحن خلالها اكبر قدر ممكن من الحشيش وكان وجود المعاقين واسم الجمعية الخيرية المكتوب بالحجم الكبير على السيارة يقيه التفتيش في حواجز الدرك او الشرطة او الجمارك كانت الجمعية قد وظفت سائقا اخر وكان شرطيا متقاعدا كان الرجل يظهر حبا لعمله وتثانيا في خدمة الجمعية ذات مرة بينما كان ينظف السيارتين عثر على بضع حبات من بذور نبتة الكيف وبضع وريقات من النبتة تحت كرسي من كراسي سيارة حسب انها علقت بقدم احدهم ولكن اكتشافه تكرر لما ابلغ رقية افتعلت حالة غضب وقررت فصله عن العمل بعد ان منحته تعويضا ماليا مهما وبينما ابلغ الشرطي السابق مصالح الامن وبينما صارت تحركات رقية واخالها وسيارات الجمعية تحت المراقبة ذات مرة وقع الخال عبد السلام في الفخ كانت السيارة التي يقودها محملة بالحشيش بر ارقية ولم يجد المحققون ما يثبت تورطها قررت وقف نشاطها كانت قد وظفت اموالا هامة مما حصلت عليه في شراء شقق ومنازل في مراكش كتبتها باسم امها واخوانها كان الذكر من اخوانها قد سافروا الى الخارج لاتمام الدراسة وكانت البنات في سن الزواج اتمأن ترقية عليهم هي الان في الاربعين وقد صارت تستاذ الشباب سقطت في حب احدهم وبدأت مغامرة جديدة في تجارة المخدرات المخدرات الصلبة هذه المرة لم تكن تدري انها بالرغم من انتقالها الى اجادير كانت تحت المراقبة في يوم صيفي غادرت اجادير رفقة عشيقها كانت في غفلة منها قد اشترت كمية هامة من المسحوق الابيض الكوكاين والسقتها باسفل جسمها في حاجز على الطريق تم ايقاف السيارة الفارهة فتشت ولم يعثر على شيء وتم تفتيش عشيقها ولم يعثر على شيء عليه نجت هي من التفتيش اذ لم يكن في افراد الحاجز امرأة ظنت انها نجت وبعد بضع عشرات من الكيلومترات كان هناك حاجز اخر في الانتظار هذه المرة كان بين الدركيين امرأة ايقن ترقية انها لن تفلت هذه المرة باحت لعشيقها بما تحمله على خاصرتها قالت له ان يوهم الدركيين بالتوقف ثم ينطلق كذلك فعل لاحقتهم سيارة الدرك وفي احد المنعرجات انقلبت السيارة وهوت في منحدر سحيق لما وصلت فرق الانقاذ كان الرجل قد فارق الحياة وكان ترقية في غيبوبة نقلت الى المستشفى هناك لما جردت من ثيابها اكتشفت اكياس المسحوق الابيض ملتسقة باسفل جسمها كان على الباحثين ان ينتظروا شفاءها لاستجوابها يوم افاقت كانت فاقدتنا الذاكرة لم تعد تتذكر شيئا اثبتت الفحوص الطبية انها فقدت ذاكرتها امر وكيل الملك بحفظ الملف الى ان يجد جديد ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا 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 في القناة